السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية اليوم رح نحكي عن موضوع من الإسعافات الأولية واللي بيصير كثير كثير معنا خصوصا في الأجواء ومع تقلب الأجواء ومع الجفاف اللي بيصير في جسم الإنسان وهو النزيف، نزيف الأنف هلا نزيف الأنف كل بساطة وهو سبب أنه طبعا في كثير أسباب طبية لنزيف الأنف هلا ممكن نكون في واحد من الشعيرات الدموية طربت لا قدر الله صار فيها نزيف صار فيها ربتشر صار فيها أي شيء صار في عندي نزيف بالأنف في عنده الشخص مشاكل أصلا صحية من الأول في عنده ميوعة زائدة في الجسم وممكن يؤدي مع أي حركة له أنه يصير في عنده نزيف لكن بالإجمال شو بدنا نعمل لشخص صار في عنده نزيف هلا من الإجراءات الخاطئة اللي البعض بيعملها أنه الشخص لما يصير في عنده نزيف بيمسك أنفه زي هيك وبيرجع الرأس للخلف الإجراء الصحيح أنه إحنا أي شخص نفترض أنه هذا الشخص في عنده نزيف الآن عم ينزلفه وعم ينزل دم منه الأصل مباشرة أنه أنا بدي أجي أسعفه بدي أمسك فاينة بدي أمسك شاش بدي أمسك أي شيء وأضغط على الأنف من هون طريقة هاي تحت العضلة هاي تحت العضمة هاي بالضبط بضغط عليها بالطريقة هاي وبدي أعمل إيمالة لرأس المريض للأمام يعني لو بدي أنا أمثلها على حالي بالطريقة هاي بضغط هيك وبنزل رأس المريض للأمام هلا بضل ضغط هيك على الأقل بدي ثلاث لأربع دقائق هلا شو اللي بيصير عندنا أنه الشخص لما إحنا بنرجع ناسه للخلف وهذا إجراء خاطئ الدم عماله بينزل في مجرى الجهاز الهضمي في حلقه عماله بينزل وبالتالي بيصير يكوح ويصير يطلع من عنده دم هذا الإجراء الخاطئ الأصل أنه فورا أنا بنزل رأسه للأمام وبدي أضل ضغط على هاي تحت العضمة هاي على الأقل بدي ثلاث لأربع دقائق شو اللي بيصير ببعض الأحيان إنه إحنا شو اللي العمال ويصير إحنا خلاص شفنا أنه الدم توقف خلينا نشيل الشاشة نأ هذا الحكي غلط إذا عمالي أنا ماسيك فايل أو شاشة لأصل أني ما أشيلها ويدي أضل ضغط عليها زي ما حكينا فترة كويسة عشان أنه أتأكد أنه الدم صار فيه خطرة الخطرة يعني صار فيه تجلط في الدم والتالي الدم سكر هلا شو اللي بيصير إحنا إذا شلنا الشاشة هاي بس كانت في عندي خطرة صغيرة شلت الخطرة أنا رجع الدم ينزف من أول وجديد والتالي أنا فعليا ما علشت الموضوع هل الإجراء الصحيح واللي لازم نعمل وإحنا مع كل مريض بيتعرض للرعاف أو نزيف الأنف هلا إذا تكرر الموضوع عند هذا الشخص أكثر من مرة لازم إحنا نروح نراجع للطبيب الأنف والأذن حنجرة في المستشفى أو بالعيادة لأنه لا قدر الله ممكن أنه يحتاج أنه الشخص بينا نعمله كوي لأحد الشعيرات الدموية اللي هي بتكون سبب النزيف أو أي إجراء طبي آخر ويعطيكم ألف عافية وبيتكم عامل إن شاء الله اشتركوا في القناة